السنوار نجح في إحباط انتصار إسرائيل وكتبت إسرائيل بين ظفرين وقد أصبح رمزاً لفشل حربها قبل أن يكون رمزاً لنجاح المقاومة وتقول الصحيفة لم يظهر السنوار فقط كقائد قوي الإرادة بل كمفاوض داهية نجح في إحباط انتصار إسرائيلي في ساحة المعركة بينما يشرك المبعوثين الإسرائيليين على طويلة المفاوضات يعني اليوم السنوار أصبح رمزاً لفشل الكيان لدى الأمريكان وأصبح يمثل نوع معين من السياسيين العبقر العرب الذين لا يمكنوا أن يتم تصنيفهم في تلك الخانة التي اعتادها الإسرائيلي شكوناً قبل كانوا يحاربوا ناس يا إما مرضى نفسي محمد النور السادات اللي تم تلاعب به وتلاعب معناها بنفسته وإلا مجموعات أخرى معناها من القيادات اللي يتم تثخيم صورتها ثم تكون الصفحة وكما قلنا في أحد الحلقات راهوا بالنسبة للحاكم المشرقي والشرقي لا يفقدوا السلطة عندما ينقلبوا عليه الشارع بل عندما يفقدوا ماء وجهه وبالتالي راهوا بالنسبة لهم اليوم يقول لك هذا شخص أنك لصابل هذا شخص لا يمكن أنك تحد وبالتالي هات نفهمه هات نفهمه هذه العقلية هات نفهمه هذا العقل الاستراتيجي هذا العقل اللي يفهمه أنه في فترة معينة من الانتصار والزخم الكبير للمقاومة قالوا له هاي ورقة معناها متع سلم فقبيلها وخلي إسرائيل أن تختفوه خارجا عن الإجماع وتم بالحق وصم إسرائيل أن الدولة تريد القتل ولا تريد شيء آخر إلى الإبادة نفس الشيء صار مع السيد حسن نصر العام الفين والفين وستة وراهوا بالنسبة لهم يعلمون جيدا أن هذه القيادات التي تصعد اليوم في الوطن العربي والتي لا تؤمن بأن أمريكا تتحكى في 99% من الأوراق مثل ما قيل في تلك الفترة فترة الهزائم العربية هؤلاء القادة يخيفون الغرب لماذا؟ لأنهم ينصفون تماما تماما تلك الفكرة التي يحملونها على القادة العرب أي أشخاص يمكن أن يكونوا مهتزين من الدخل نفس الصحيفة نيويورك تايمز تقول في إطار أنها تحاول فهم خطرحنا في كل مرة نقولوا راهوا الفلسطينيين لكلهم مقاومة والغزويين لكلهم حماس وقد ما صار فيهم ما تشوفش شكون يعارض المقاومة أو غيره نيويورك تايمز القاتل إيجابة تقول لك لمنع المعارضة حماس تتجسس على الفلسطينيين تقول بأن حماس تراقب النشاط السياسي والمنشورات على الأنترنت وحتى الحياة العاطفية للفلسطينيين وتضيف أن زعيم حماس يحيى السنوار ونكوخ تقولك في كل يوم على الأقل فما زوز ثلاثة مقالات على يحيى السنوار أشرف لأعوام على قوة شرطة سرية في غزة قامت بمراقبة الفلسطينيين وعنده ملفات على الشباب والصحفيين والتقرير الأمريكي يقول حسب نيويورك تايمز بأنه هناك جهاز اسمه الأمن العام تعتمد عليه الشبكة من المخبرين في حماس وقام بعضهم بإبلاغ قادة حماس على بعض من يتململ هي فما حياة سياسية اليوم عند الغزيويين دكتور رفع طبيب في اللي صاير هذا الكل معنى هالغزيويين لقين معنى حياة سياسية وحياة عاطفية وحياة فيها معارضة ولا ناس عايشة تحت القصف والإبادة والاختصاب وا 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 كما اللي حب يحطها في المقاومة نتنياو إذن السنوار معنى هي يتجسس عنده وقت في تجسس بي وعملين سياسة كم نتعتجسس يعني أنه الجمهور الغزيوي جمهور معايش تحت القمع يعني في عبودية يخاف معارضة السنوار أقول له منذ أكثر من 1500 عام تحدث أحد كبار الشعراء العرب معنى ترى بشداد وقال العبد يفر ولا يكر تعامل على فعل أنت عبد بشي قاتل تعامل عليه بشي قاتل يقاتلوا فيكم من وراء الحجر اليوم في غزة مشكلتهم أنهم يحاربون شعباً ولا يحاربون مقاومة والآخر يقول لك قاعد يتجسس عليهم أسيدي هاي أنتم موجودين بعشرات أليف من المقاتلين والجيوش والأليات إلى خير يشبه ما نتعفذش الشعب الغزاوي على 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 السنوار شيء ما صارش نفس الشيء اللي صار في بغداد في 9 أفريل 2003 عليها إذن هناك مشكلة مشكلتكم أنكم دائماً تعيشون هناك نوع من أنواع الرهاب من تحول هذه الشعوب إلى شعوب مقتنعة ومتبنية لعقد هذه مشكلتكم هؤلاء ذي في غضون لديني تحبوا تعيشوا في الأنكار واصوا في الأنكار متاعكم نضيفك حاجة لأن هذه نظرية بيك بروذر تمشي رأوا عندكم أنتم نحن في مجتمعات متآلفة المجتمع الشرقي تحطموا بالقمع إلى خير ولكن يبقى دائماً مجتمع متآلف وهنا نذكر بالكتابات متاع راند كوربوريشن هذه المنظمة التي كانت وراء تفجير الماسومية بالربيع العربي وتفجير مجتمعاتنا تعرفش قالوا على العراق قالوا لم ننجح في شيء واحد في العراق ليس في تفكيك الجيش العراقي ولا في القبض على صدام حسين لقد فشلنا في شيء أنه أهم وهو تفكيك النسيج المجتمعي العراقي الذي كان هو الأساس والبوليسة للتأمين للمقامة العراقية التي هزمتنا صحيح وحاجة أخرى بربي دكتور تنجم تقمع شخص وهو قاعد لبيس ويعمل في قهوة في بلاد ما فيهاش حرب لكن كيفاش تقمع وكيفاش تخاف أم يعني يعطات استشهد صغارها ورجلها وخوها وبوها وهي تقول الله أكبر في دا الأقصى يعني هذي خايفة من الاستخبارات متاع السنوار يعني الناس هذو ما راهو التاعوا في فل ذاتك بيدهم والتاعوا في أميتهم وبيتهم كيفاش نجم تقموا شعب هكي كيف يمكن أن نفرض على مرأة مكلومة ملتاعة في ولدها ونقولها أرد بالك فاهم استخباراتها ما تتكلم في حتى حد ونستخبارات حتى لها معناها فرق بشتقوم هي معناها تقول معناها في دا الأقصى هاو شعطيك أنا معناها أحد العليش نقول لك الإنكار لأنه رأي هذه المجتمعات نحنا نحكيه على صحافة يكتبوا فيها معناها ناس نسخيبهم نحنا فوق كل الشبهات وعندهم ثقافة ويعرفوا يقاريون عليهم ونقرأوهم يقول لك معناها فهمني فريدمان وكأنه معناها الراجل يفهم معناها أنتروبولوجية القبائل الليبية في المنطقة الشرقية وعلاقتها معناها بإعادة تدوير الثروة تقول دي ما فيهمين شيء ما فيهمين حاد شيء وش أعطيك مثل أنا أضحكي جدا درسنا في فرنسا معناها الإعلام الإستعماري وكانوا يقدمون بعض الأمثلة التي تبين بعد حد هذه المجتمعات الغربية كم الجهل الذي كان بعدها على الحقيقة قال في أول الستينات عندما كانت معركة بن زرت تدور رحاها في شمال البلاد وكانوا يأتون بالشهداء إلى القصبة قبل ما يتم رسالهم للمربع الشهداء كانوا يجيبوهم القصبة فكانت النساء يزغردنا فيبدو أنه كان هناك مبعوث من هذا السويسري فقال هؤلاء النساء ذوما قاعدين يرفعوا في الشعرات ضد السلطة ومعناه يلعليعون طلباً يخاف القتال وهذا يبين إلى أي حد هذه المجتمعات تجهلنا وما عندها حتى علاقة بنا حتى علاقة وما مقدرين يفهمون ومش قادر أن يفهمونك لأنه هو عايش في إنبول ما قوقع يعتبر أنه أنت شخص متخلف أحسن لذلك أنه الأوروبيين في اللول عندما قالوا مراهم المقاتلين عندما هجموا في 7 أكتوبر قاموا باختصاب بالنساء خدمة معناها الاتصالات داخل مخاخهم ترجمة نانسي قنقر